بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حياكم الله أيها الإخوة الأفاضل وإيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطابا ممشاكم وتبوتم جميعا من الجنة منزلة أهلا وسهلا بكم في برنامجكم دلائل النبوة في الطب تحدثت مع حضراتكم في الحلقة السابقة عن طمر عجو المدينة وذكرنا في دلائل النبوة يعني في ما يخص في طمر عجو المدينة وكنت أريد أن أذكر شيء يعني أن طمر عجو المدينة في جامعة السلطان قبوس حصلوا في عام 2018 حصلوا على بعض اختراع جديدة وذلك أنه يعني أجروا ماذا أنه أتوا أخطر أنواع الأفاعي والحيات على مستوى العالم وضعوها مع الفئران طبعا عندما وجدت أو عندما رأت الأفعى الفأر تعضوا الفأر يعني فأجروا يعني عملوا مستخلص من طمر عجو المدينة وضعوه على العضة نفسها وأعطوه للفئران فوجدوا سبحان الله أن تأثير أن أولا عندما وضعوا المستخلص عجو المدينة لم التأثير العضة لم يؤثر أي تأثير ضار على الفأر وأعطوا للفأر مستخلص عجو المدينة فوجدوا سبحان الله أن الفأر لم يمت وهذا كلام نبينا على الفضل صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبعة مرات عجوة لم يضره في ذلك كلام سما ولا سح الحديث المتفق عليه واللفز البقاري وهذا الفهم الصحيح وليس الفهم المغلوط كما يقول البعض يعني مهم أن نجمع النصوص ونجمع الأحاديث لكي نستنبط الحكم هتحدث مع حضراتكم اليوم بإذن الله عن طربة المدينة طربة المدينة عن أيشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريد بسم الله طربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا الحديث المتفق عليه واللفز للبقاري بسم الله طربة أرضنا المقصود بالطربة ذكر المام بن قيم في زاد المعاد قال أن المقصود بالطربة أن هي طربة المدينة في بعض أهل العلم قال أن كل الطراب يعني كل بالنسبة للطراب ولكن هل في تخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في قاعدة أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل الخصائص عشان نقول هذه خاصية يعني تجد موضوع حديث بول الإبل يقول لك هي خاصية لهذه الجماعة أين الدليل؟ أين الدليل أن بول الإبل خاصية لجماعة أو هما من عكل أو يعني من عكل أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص لهم ذلك فقط يعني الخصائص لا تثبت إلا بدليل من يقول ذلك يأتي لنا بالدليل يعني مدام لم يأتي بالدليل هو الذي يطالب بالدليل وليس نحن الذين نطالب بالدليل الشاهد فقال المام بن قيم فما الظنه بأطيب طربة وهي طربة المدينة يعني على وجه الأرض وقد خلط طريق النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكل إنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم لإصبعه هكذا وضع صفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بإسم الله طربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمونا بإذن ربنا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم بإسم الله طربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمونا هنا كان إذا اشتكل إنسان الشيء أمن أو كانت به قرحة أو جرح القرحة هي جراحة من سيف أو سكين إن يمسسكم قرح هي جراحة من سيف أو سكين في رسالة الدكتوراه رسالة الدكتوراه الدكتوراه أروا عبد الرحمن أحمد الدكتوراه أروا عبد الرحمن أحمد من جامعة صنعاء كلية العلوم من اليمن أثبتت فيه إن أمراض القروح والجروح إن أثبتت فيه إن التراب يحتوي كمية كبيرة من ضدات الحيوية منها من يصوح عن طريق التناول ومنها من لا يصوح عن طريق التناول يعني تجرى أو تأغذ أو تعطى لفران التجارب يعني ولكن كلتا المضادات الحيوية أو المضادات الحيوية بشقيها تصلح لعلاج الجروح والقروح الخارجية كما جاء في الحديث الذي ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكل إنسان الشيء أمن أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع عليها إيه وضع عليها التراب وهذا كما ذكرنا تبحث عنه تجده كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وصلى الله على نبينا محمد وآله صلى الله عليه وسلم وسوف أتحدث مع حضراتكم إن شاء الله إن قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء عن نوع آخر من دلائل النبوة في الطب وجزاكم الله خير ونحس استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر